عليكم السلامة وحباتي اهلا وسهلا بكم في برنامجكم خفاية تاريخ الدرامية نحن لازلنا في قصة الحسين ومذباحة كربولان هذه الحلقة عن ذهاب مسلم ابن عقيل من طرف الحسين للكوفة احنا قلنا ان الجماعة بتوع الكوفة بعتوا رسائل للحسين وقالوا له تعالي تعال لنا وحنعمل ونسوي فبعدتم وقال لهم خلاص انا سبعد لكم ابن عمي وهو يستوسق بقى من الامر يعني تبه كل حكاة مية مية ففعلا راح مسلم الى الكوفة فدخلها واستمع به شيعة الكوفة وواعدوه بالنصرة تقول روية ثم دعا الحسين المسلم ابن عقيل فسيراه نحو الكوفة وامروا بتقوى الله وكتماني امره واللطف فان رأى ناس مجتمعين لهو عجل اليه بذلك لو تقول رأيت الناس مجتمعين وكله مية مية ابعتلي واجي فصار مسلم حتى اتى الكوفة ونزل في دار المختار وقبات الشيعة تختلف اليه يعني تزوره فكلما سمعت اليه جماعة منه وقارع عليه من كتاب الحسين فيبكون ويعدونه من انفسهم القتالة والنصرة واختلفت اليه الشيعة يعني كله يزروه لغاية لما تعرف ما كانوا فيه في الوقت ده كان مين والي الكوفة كان النعمان ابن مشير الانصاري وده طبعا راجلون انتظرون ان يكون متعاطفا مع الحسين يعني فالتزم امير الكوفة واقتاز النعمان ابن مشير الانصاري الطريق السلمي فاخذ يعز شيعة الحسين ويحذرهم رافضا ان يواجههم بالسلاح ووضع من خطابه ووعظه لهم انهم بيعوا يزيد يعني كانوا بيعين يزيد يعني تقول روية ولغ ذلك النعمان ابن مشير هو امير الكوفة فصعد المنبر فقال اما بعد فلا تسارعوا في الفتنة والفرقة فان فيهما تهلك الرجال وتسفكوا الدماء وتغصبوا الاموال وكان رجل يعني حليم وناسك وحبوا العافية يعني حب الهدوء ثم قال اني والله لا اقاتل من لم يقاتل انا مش اقاتل حد لا يقاتل ولا اثب على من لا يثب عليه ولا انبه نائمكم ولا اتحرش بكم ولا اخذ بالظنة ولا بالتهمة ولكن ان ابدلتم صفحتكم ونكثتم بيعتكم يعني كانوا الناس دي كانوا بيعوا يزيد ابل كده وخالفتم امامكم لو يزيد فوالله لدي لا اله غيره لا اضرب انكم بسيفي ما ثبتت قائبته بيديه ولو لم يكن لي منكم ناصر ولا معين اما اني ارجو ان يكون من يعرف الحق منكم اكثر ممن يرديه يعني يهلكه الباطل فطبعا ريالي بتكلم كلام حلوة او يعني يعني بلوم ان انتوا بيعتوا وانززي بتنكثوا العهد وانا مش يعني مش هبدأكم باي حاجة لكن اذا صممتوا انا هعرفكوا لو بنفسي اه جماعة الانصار المويدة لهم يعني متشددين اه دول بقى لهم واوقف تاني لما خطب الخطبة دي قام اليه عبدالله بن مسلم بن سيد الحضرامي حليف بن عمية فقالوا انه لا يصلح ما ترى الا الغشم ان هذا الذي انت عليه رأيه المصدعفين يعني لا بد ما انفعش ان القوة الغشمة ان لنت عليه ده رأيه المصدعفين فقال له الوالي اكون من المصدعفين في طاعة الله احب اولي من ان اكون من الاعزين في معصية الله ونازل منها المنبر ولانه لم يأبه بهم طلبوا الناس المتشددين طلبوا من خليفة يزيد بن معاوية عز له لانه ضعيف تقول الرواية فكتب عبدالله بن مسلم يقول بقدوم مسلم بن عقيل الكوفة ومبايعة الناس له ويقول ان كان لك في الكوفة حاجة فبعت له رجلا قويا ينفذ ابرك ويعمل مثل عملك في عدوك فان النعمان رجل ضعيف او هو يتضعف وبعدين كتب بقى نستانين بقى ليزيد بن معاوية بيطعانوا في الاستاذ الوالي ان هو النعمان بن بشير منهم عمارة بن الوليد بن عقبة وعمر بن سعد بن ابي وقص خبارك عمر بن سعد بن ابي وقص ده ملعون هنعيش معه في المسبحة بتاعته واللي هو اصلا يا ابو سعد بن ابي وقص اللي هو قريب النبي يعني كان يقولون عنه خال النبي بسرعة بقى يزيد عزل النعمان بن بشير وضم الكوفة لعبيد الله بن زياد بن ابي اللي هو والي البصرة فاصبح عبيد الله بن زياد بن ابي هو والي الكوفة والي البصرة وامره يزيد امر عبيد الله بن زياد بن ابي بقتل مسلم ابن عقيل او نفيه تقول الرواية فلما اجتمعت الكتب عند يزيد الكتب اللي جاء من الجماعة الموالينة للأمويين دعا سرجون مولى معه فاقراه الكتب ده لوال كاتب يعني واستشاره في من واليه الكوفة فاشار عليه بتولية عبيد الله بن زياد فاخذ برأيه وجمع الكوفة والبصرة لعبايد الله يعني خاص باحة الكوفة ضمن ولاية عبيد الله بن زياد بن ابي وكتب إله بعهده وسيرى ولاية مع مسلم ابن عمر الباهلي اللي هو فيما بعد ابنه قتاب ابن مسلم احد كبار الفاتحين في الدولة الاموية والذي وصل الى حدود الصين ده موضوع تاني فامره يعني اللي هو مسلم ابن عمر الباهلي امره يزيد بطلب مسلم ابن عقيل وبقتله او نفي يعني ده الامر بتاع يزيد لعوايد الله بن زياد فلما وصل كتابه لعبايد الله امره بالتجهيز ليه يا بروزة من الغد طبعا الرسول هذا الرسول ده راح للاستاذ عبايد الله بن زياد في البصرة فالرسول قال له تفضل انت اللقاءة الكوفة تبعك وروح شوف الموضوع بتاع مسلم ابن عقيل فحين جاء لابن زياد امر تعيينه ولينا على الكوفة وقبل ان يسافر الكوفة جمع اهل البصرة يعني خاف ان هو يسيب البصرة ويروح الكوفة يمثور عليه وهددهم باشد العقاب لو تحركوا ضده وغيبوا عنه في الكوفة تقول رواية وكان الحسين قد كتب الى اهل البصرة نسخة واحدة للاشراف يعني الحسين كان بعت برضو للبصرة زي ما بعت للكوفة فكتب الامالك المسمع البكري والاحلم ابن قيس والمزر ابن الجرود ومسعود ابن عمر وقيس ابن العيثم وعمر ابن عبدالله ابن المعم ابن محمر يدعوهم كذا كذا وان السنة قد ماتت والبدأ قد رحيت فكلهم كتموا كتابه الى المنزر ابن الجرود فانه خاف ان يكون دسيسا من خافنا الكتاب ده يكون جاي من ابن زياد بيختبر الولاء بتاعه فرح بيه اللي هو المنزر ابن الجرود خد الكتاب ده اللي جاي لهم الحسين ورح به لابن زياد وفابن زياد مسك الرسول اللي بعته الحسين وضرب عنقه ورح وقفه خطب في الناس قال ايه ابن زياد اما بعرف والله ما تقرن الصعب ما تقرن الصعبته هو يقعقع لي بالشنان يعني مش حد يهددني واني لنكل لمن عاداني يعني من يعاديني انكل به يعني وسلم لمن حاربني يا اهل البصرة ان امير ابونا قد ولاني الكوفة واني غاد اليها بالغدا يعني انا راح اناك وقد استخلفت عليكم اخي عثمان بن زياد فاياكم والخلاف هو الارجاف الارجاف يعني الاشعاعات يعني يعني اوه يحصل خلاف او ثورة او تحصل اشعاعات فوالله لان بلغني عن رجل منكم خلاف لا اقتلنه وعريفه ووليه لو واحد منكم سمعت عنه انه هو بخالف او بده يثور هاتله واتد اصحابه ولأخذن الابنى منكم بالاقصى يعني اخذ الاريب بالبعيد حتى تستقيموا ولا يكون فيكم بخالف ولا مشاق واني انا ابن زياد اشبهته من بين من وطأ الحصى فلم ينتزعني شابه خال ولا ابن عم انا طالع زي ابوه مش حد يغلبني وسفر عواد الله ابن زياد للكوفة معه خمسمية من اتباعه فتفرقوا عنه في الطريق سفوه مشه يحاولون تعطيله حتى يصل الحسين للكوفة قبله ولكنه سبق ودخل الكوفة وحيدا متنكرا وكان اهل الكوفة يظنونه الحسين ودخل دار الامارة وقابل الامير المعزول فالامير اللي هو الانصار ده كان يظن انه الحسين ايضا فكشف له ابن زياد عن شخصياته وتولى مكانه واليا تقول الرواية ثم خرجوا مصر وقيل معه كان معه خمسمية فتساقطوا عنه ورجوا ان يسبقه الحسين للكوفة فلم يقف على احدهم حتى دخل الكوفة وحدهم فجعل يمر بالمجالس فلا يشكون انه الحسين ويقول مرحبا بك يا رسول الله وهو لا يكلمهم وخرج الناس من دونهم فساءه مرأة منهم وسمع النعمان اللي هو النعمان بن مشير فالنعمان قال لك انه هو ده الحسين الرأخر نعمان سد فاغلق عليه الباب ولا شك انه الحسين وانتهى لي عبد الله ومعه الخلق يصرحون فقال له النعمان انشدك الله اللي تنحيت عني فالله ما انا بمسلم اليك اماناتي وما لي في قتالك من حاجة يعني نبعا بنظن انه الحسين وبقوله كده فدنى منه عباد الله بن زياد وقال افتح لا فتحت فسمعه انسان الخلف ففرجر على الناس وقال انه ابن مرجانة يعني ابن زياد كانت مجوسية ففتح له النعمان فدخل واغلقوا الباب وتفرق الناس ما الذي فعله بها عباد الله بن زياد لما وصل الكوفة وكيف تعامل مع مسلم بن عقيل وهو موجود معه في نفس المدينة هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة شكرا احباتي وعليكم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة